انتشر الدعوة حفل زفاف بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية. والسر وراء انتشار هذه الدعوة هي انها ترجع الى امير الطويل طليقة الامير الوليد ابن طلال. دي الدعوة. آآ بتاعة زفاف الامير امير الطويل. طليقة الامير الوليد ابن طلال. وعقد قران امير الطويل طليقة الامير وليد ابن طلال على الملياردير الاماراتي خليفة ابن بطي المهيري. سابع اغنى رجل في الامارات. وتقدر صروته بواحد وتمانية من عشرة مليار دولار. واقيم حفل الزفاف بفندق جورج الخامس بفرنسا. في تسعة سبتمبر الفين وتمنتاشر. بحسب ما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية. وتبلغ امير الطويل من العمر تلاتة وتلاتين عاما. وكانت تزوجة الامير الوليد ابن طلال عام الفين وتمانية لتنفصل عنه عام الفين وتلاتاشر. وكانت ترافق الطويل الوليد ابن طلال في جميع المناسبات. خليفة بطي عمير ابن يوسف المهيري هو مليار دير اماراتي الجنسية يشعل حاليا المنصب رئيس مجموعة شركات كي بي بي او مكرها في الامارات العربية المتحدة وتملك الشركة حزمة استثمارات في مجالات التعليم خدمات الصحية الخدمات المالية بالاضافة الى خدمات التجزئة والمطاعة. ده زوج الاميرة اميرة الطويل. سابع اغنى رجل في الامارات. ملياردير اماراتي. يملك ملياردير الامارات الذي وصلت صراته في مارس الماضي الى عشر مليار دولار. حصصا في مركز الامارات العربية المتحدة للصرافة. بخلاف حصصيه في شركة ترافيليكس للصرافة في المملكة المتحدة. وبحسب تصنيف فورس فان المهيري احتلى المركز السابع في دولة الامارات. والمركز الف خمسمية واحد وستين عالميا ضمن قائمة اسرياء العالم للعام الفين وطمانتاشر. حيث بلغ اجمالي سرواتي وقت التصنيف واحد وخمسة من عشرة مليار دولار عن قطاع الاستثمار. الجديد بالذكر ان اميرة الطويل كانت الزوجة السابعة للوليد من طلال والزوجة الرابعة التي انفصلت عنه وديا. ودي دعوة الفرح. خليفة بطي واميرة الطويل. الاف مبروك. ده الفيديو الاسطوري طبعا بتاع الاميرة. اميرة الطويل. على خليفة. وهو فيه الاعطاءات جميلة منه. والعاب نهرية كتير. يتخيط بالعروسين. اي رأيكم? اميرة بنت عيدان ابن نايف ابن سحم الطويل العصيمي العتيبي. مولودة ستة نوفمبر الف وتسعمية تلاتة وتمانين. وهي سيدة اعمال سعودية. دي الاميرة اميرة الطويل. ولدت في مدينة الدوادنة في منطقة الرياض. تزوجت في فترة من الفترات من الوليد ابن طلال. الا انها انفصلت عنه في عام الفين وتلات عشر. ده الامير الوليد ابن طلال. معه. مع الاميرة اميرة الطويل. زوجته. واشتغلت قبل انفصالها بانها الاميرة السعودية الوحيدة التي ترافق زوجها في جوالاته وسفرياته الخارجية على عكس باقي زوجات الامراء الاخرين. انا مع بيل جيتس. انا زيارة تانية في بريطانيا. وتعتبر من النساء السعوديات المطالبات بحقوق المرأة السعودية كما انها تدير شركة مواهب الشباب. دي صور متفرقة لها. درست في مدارس رياض نجد الاهلية وهي خريجة جامعة نيو هيفن الامريكية وتحمل شهادة في ادارة العمال. اميكة طبعا جميلة. كانت اخر زوجات الوليد ابن طلال ابن عبدالعزيز اهل سعود تزاوجها في عام الفين وتمانية وكان مهرها خمسة وعشرين مليون ريال. مبلغ ضغط كان زواجا عائليا وكل من تحب كان موجودا بجانبها ثم وصفت الاميرة زوجها بانها اغلى ما تلقيته من زوجها وقلبه الطيب. فهما شخصا واحدا ويكمل بعضهما البعض. فنحن نشترك في اغلب الصفات الا صفة واحدة هو يحب الجو البارد وانا احب الجو الحار. واجابت عن اول هدية تلقتها من الامير الوليد ابن طلال بانها كانت اسناء خطبتهما فكان الامير يمسك بسبحة في يده وكان رعصها على شكل برج المملكة. فضحكت وقلت في نفسي لهذه الدرجة يحب المملكة وقلت له شكلها غريب. فاهداني اياها و الى الان احتفظ به. الامير الوليد ابن طلال. طلقها نشرت صحيفة نيويورك بوسط الامريكية خبر رقوع الطلال بالطراضي بين الامير السعودي الوليد ابن طلال وزوجته اميرة طويل. لانفاصلة عكب زواج دام خمس سنوات واشارت الصحيفة الان زوجة الامير الوليد اتفقت مع زوجها على الانفصال بطريقة ودية والمحافظة على علاقة طيبة بينهما باواخر شهر نوفمبر الفين وتلاتاشر. من ناحية اخرى علق الامير الوليد ابن طلال على انفصاله رسميا عن الاميرة اميرة الطويل مؤكدا على احترامه لها. احترام اجمل للنساء السعوديات. لافتا الى انها مسلت المرأة السعودية خير تمثيل وذلك خلال مشاركاتها المتعددة اقليميا ودوليا. معتبرا انها خير سفيرة للمرأة السعودية. واوضح الوليد خلال حوار مطول اجرته معه صحيفة اقواز انه عندما تزوج اميرة طويل اخبرها بانه شخصية عامة ويريدها ان تكون معه في جميع جوالاته ورحلاته كونه يشجع المرأة السعودية وانها تفهمت ذلك فكانت ملازمة له في جميع رحلاته. مؤكدا انها كانت وجها مشرفا للمملكة. واضاف بانه يحترم اميرة الطويل كثيرا مشيدا بثقافتها ومشاركاتها الفاعلة. متمنيا لها النجاح مشيرا الى انها اتجهت الى الاعمال الانسانية. والخيرية مبديا استعراده لتعميد مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية. للتعاون معها وتقديم الدعم لها في مجال الاعمال الخيرية والانسانية. من ناحية اخرى شبه الكسيرون الامير امير الطويل بالنجمة الهندية صنام قبور. فهل برعيكم بتشبهها? هنشوف صور متفرقة. لهم هما الاتنين. تقدروا تحكمه ازا كانت شباهها ولا لا? طبعا على الشمال الامير امير الطويل. واللي على اليمين نجمة قبور. في شبه طبعا. منهم. هنشوف موضوع جواز الامير امير الطويل اللي هو تم من اربعة ايام. ودعوة الفرح. اشتركوا في القناة